السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع من موقع القوة جدا. اللي خليك تقدر تعمل تعدلات سريعة وبسيطة في قلب السور بتاعتك. متراسة جدا. ممكن تعمل سيليكت على اي حاجة وتقول له مسلا حزيف للخلفية. طب حزيف العنصر معين. متراسة جدا وبسيطة. ما غير ما تتعلم اي حاجة خلص. والتعلم بتاع سهل. آآ صورة قديمة تقدر تعمل لها استعادة. ممكن تحزيف عنصر. خدمات كثيرة جدا من الزكاة الاصطناعي موجودة في الموقع القوة دوت. فخلينا نبدأ نقول له ان احنا عايزين نبدأ. طبعا هو كل معتمد على الزكاء الاصطناعي. زي ما تشاب فيه خدمات كتير جدا. تقدر تختار اي خدمة فيهم. زي مسلا ان انت تحزيف جزء معين. خليني اختار مسلا صورة من عندي. ولياكم مسلا الصورة ديات. كل اللي عليك ان انت بتعلم على الجزء اللي انت مش عايزه وهو يبدأ ادرس كل حاجة ويبدأ انه احزفه لك. يعني مسلا خلاص المشروع خلص فاحنا مش عايزين الكريين دوت. بتقدر تحكم في حجم الفرشة. يبدأ اي احزفه لك. تمام? طيب فيه حتة لسه موجودة. اه. يبدأ اي احزفه لك. تمام? ممكن تقول له بقى ابلاي. ممكن تقول له انا عايز ادى سحرية تمسح الحاجات معينة. اه بيقول لي في شخص هو اكتشف شخص يعني هو بيعمل ايه? بيكتشف العناصر الموجودة ويقول لك انت عايز تحزف الشخص ده ولا? لا انا مش عايز احزفه. طيب اقول له حطي للصورة بدون الكريين. بتبدأ بقى تكبر في الصورة. هنا بقى بشرح لك ان انت ممكن تعمل تعديلات في الصور. عندك ادوة كترة في الزكاء الصناعي. وبعد كان تصدر الحاجة اللي انت عايزها. الصورة دي غالبا كانت في الفين وطا شهر. طيب. هنا بقى تبدأ بقى تشوف ايه الحاجات اللي انت الخدمة بتاع الزكاء الصناعي اللي انت عايزها. مثلا اكسي بنت. اكسي بنت يعني ايه يعني هحط الصورة. وقل له تخيل ايه اللي حوالين الصورة دي ايه. تمام. اقول له بقى انا عايز مثلا ايه. احاول اس بكتريش يقد ايه. يعني صورة الموناليزة كان ايه اللي حواليها. هو بيحاول ليتخيل من خلال التنسيقات الالوان ان هيطلق في سامة الحاجات دي كلها. اعمال لي الجزء ده. مش عاكبك اقول له اعمال لي تاني تارتة رابع لحد ما توصل للصورة اللي انت عايزها. طبعا انا هو مديك عدد من النقاط لان ان احنا لسه نسخة مجانية. تمام? فتبدأ تشوف ايني صورة اللي انت عايزها. طبعا انا مش عاكبيني لازم تعمل generate more اكتر مرة لحد ما توصل اللي انت عايزه. او ممكن تاخدوا الصورة وتعلم عجوزة اللي تحت ده وتقول له احزفولي وخلولي مية مثلا. تمام? طيب. زي ما شايف خدمات كتيرة ممكن تقول له مثلا انت بحزف الخلفية ترفع له اي صورة وتحدد الشخص ويحزف لك الخلفية تحتك. عندنا objector place يعني ممكن اعلم على اي جزء اقول له احزف لي الحاجة دي وحطي الحاجة تانية مكانها. عندنا انت تكتب كلام باشكال جميلة. دي كلها ادوات لتحريج الصور. عندك صورة عادية تقدر تحولها لصورة عاملة زي صورة الباسبور. ممكن تحول لها الفكتور. better يعني صورة تبدأ ان انت تقررها. تحسن الصورة. كل اللي عاكن ترفع الصورة هو الشغل يعني مش مطلوب منك حاجة. اكتر من ترفع الصورة كون الجودة قليلة فيها. هو يبدأ انه هو يعدل هيلك. تمام. هتقول له عملي انهانس بيقول لي في درق دين. اقول له نعيزها بشكل دوت. بدأ يحسن في الصورة شوي. تمام. اتمنى الموقع اعجبك وفيه شوية خدمات كثيرة جدا بالذكاء الصناعي. طبعا في خدمات بفلوس وخدمات ببلاش. تمام. او الخدمات الفلوس بيبقى ليها لمتد معين. وبعد كده لازم تشتري. اهو. تمام. لو البرو بيبقى عندك مفتوح لك حاجات اكتر. تقدر تنزل صور بجودة اعلى وهكذا. موسيقى